السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعندنا نسأل بكل متابعين ومشاهدين على قناتنا قناة تربية وتسمية الأغناء من الألف لليان النهاردة موضوع حلقتنا سؤال بيتكرر كتير ومن كتر تكراره وحبيت أعمله في فيديو مخصوص عشان أي حد يسأله هنوجهه مباشرة للفيديو السؤال هو الغنم ما شاء الله بيتأكل كويس بس مفيش معدل تحويل الشهية كويسة الشرط الوحيد فقط لغير الشرط الوحيد الشهية كويسة الشهية كويسة لغنم بتاكل كويس بس مفيش تحويل من خلال فيديو النهاردة ان شاء الله هنقول لك أهم الأسباب وكل سبب بالتفصيل ازاي تعرفه هنقول لك أهم الأسباب اللي بتأثر في معدل التحويل وكل سبب بالتفصيل ازاي تعرفه وازاي تحله وتتجنب حدوثه بس طبعا عشان نبقى كلامنا واضح على منظومة معينة يعني هنفترض ان انت ما عندكش اي خبرة في شراء الاغنام من ناحية الجودة هنفترض ان انت ما عندكش اي خبرة في شراء الاغنام من ناحية الجودة يعني انت روحت اشتريت مجموعة غنم فقط لا غير الغنم كلها شهيتها حلوة بتاكل فقط لا غير شهيتها بتاكل لكن هل الخرف اللي انت جيبته جودته كويس ولا لا في التسمين يعني بمعنى متأسس وشبعان لبن من أمه ولا لا انت ما انتش عارف ما عندكش خبرة فكلامنا النهاردة يكون على ان ما عندكش خبرة واشتريت مجموعة من الاغنام فقط لا غير شهيتها كويسة لازم تعرف العوامل اللي بتأثر على معدل التحويل في تسمين الاغنام وطبع له كمان النقطة التانية قبل ما ننسى تسمين سريع يعني عاوزين اعلى ما هنتكلم على تسمين سريع يعني اعلى معدل تحويل طيب لازم تعرف العوامل اللي بتأثر في معدل التحويل رقم واحد العلف والعلف ينقسم لجزئين كمية ونوعية بمعنى كمية العلف اللي بتقدمها في اليوم للخروف ونوعية اللي هي نسبة البروتين تتمثل في نسبة البروتين في العلف كمية العلف ونسبة البروتين في العلف ده رقم واحد رقم اثنين الطفائليات الداخلية واللي هي تتمركز في الديدان طبعا فيه طفائلات خارجية بتشمل الجراض والبراغيت والحشرات دي بيتمركز مشكلتها بتتمركز مشكلتها في نقلها للامراض بالاخص مش تأثيرها على معدل التحويل فيها تأثير طفيف ولكن احنا بتكلمه على اهم شيء بالنسبة لطفائل خارجية مفعولها الاساسي في نقلها للامراض مشكلتها لتسافة لنقل الامراض احنا النهاردة بتكلم على معدل التحويل يعني بتطور على الطفائليات الداخلية واللي هي تتملكز في الديدان يبقى رقم واحد العلف بيأثر في معدل التحويل من ناحية الكمية ونسبة البروتين رقم اثنين الطفائلات الداخلية واللي هي متمثلة في الديدان رقم تلاتة جودة خروف التسمين جودة خروف التسمين اللي انت مدخن بمعنى الخروف متأسس ولا لا طبعا التأسس الخروف دي الرقم واحد المفروض في العوامل اللي التلاتة دول بسحنا عشان هنبدأ بالتدريج بالعلاف وبعد جهة طفائلات وهننتهي بجودة الخروف فيحنا حطناها في الاخر المهم هنتكلم اول حاجة عن العلف ازاي تعرف ان المشكلة في العلف عندك ازاي تعرف ان المشكلة اللي بتأثر في معدل التحويل في الغنم متمثلة في العلف احنا قلنا العلف بنقسم لجزئين كمية ونسبة البروتين ازاي تعرف ان اللي بيأثر في معدل التحويل عندك في الغنم هو العلف او اللي هو مسبب لك المشكلة يعني احنا بتكلم عن مشكلة مفيش معدل تحويل معدل التحويل ضعيف هنفترض هنا عشان تبقى المشكلة في العلف يبقى لازم الغنم بالكامل الغنم بالكامل تكون معدل تحويلها ضعيف الغنم ككل انا نشاري عشرين خروف تلاتين خروف الغنم ككل معدل تحويلها ضعيف يبقى السبب الرئيسي مليون المية هو العلف السبب الرئيسي مليون المية هو عشرة خروف طبعا لا تكلمش على خروف او اثنين او ثلاثة او خمسة معلش لان ممكن تكون الخمس خرفان تعبنين او كلهم ديدان فا احنا بتكلم على مجموعة كبيرة يعني على الاقل خمسة شرخ خروف على الاقل يعني عشرة خرفان ده كحد ادنى لانك انتما تقول ان شاري خرفان ثلاثة هم مليانين دود وتعبنين فده الوحديها لاننا بتكلم على شاري مجموعة كحد ادنى عشرة خرفان كحد ادنى عشرة خرفان يعني بعشين خروف تلاثين خروف فلو المعدل التحويل ككل ضعيف يبقى ثق وتأكد مليون المية الغرب ككل معدل التحويل ضعيف يبقى المشكلة في العلف طيب اقولنا مشكلة العلف مقسومة الاثنين كمية ونسبة بروتين ازاي يعرف هي الكمية اللي بتأثر ولا نسبة البروتين السبب هل هو العلف بتاع نسبة البروتين واطية ولا انا بحطش كمية كافية نحن قلنا في التسمين السريع معدل التحويل الخروف بياكل في اليوم 3% من وزنه وعلف مركز تنقسم على وجبتين 1.5% الصباح و 1.5% بالليل و المادة الملأ لحد الشبع طيب ازاي اعرف ان انا بحطه 1.5% الصباح و 1.5% بالليل ازاي اعرف اعلامه وميزة انا عندي كمية غرام وميزان مش عارف اوزنهم كلهم ومش مرقابه فمش عارف اوزنهم كلهم ووزن كل واحد عشان اطلع متوسط الوزن ونحسب على كمية العلف لا وما بعرفش اطلع الغنم اوزنها ازاي اعرف ان الغنم وصلت لل 3% علف في اليوم العملية بسيطة جدا جدا الخروف في حالة انه وصل لل 3% من وزنه علف مركز اول ما بتحط واجبة الصبح لها 1.5% الغنم كلها بالكامل تدخل تاكل العلف ويتبقى جزء بسيط بعد ما الغنم كلها بالكامل تدخل على العلف تاكل الكبير والصغير والضعيف والقوي وكله كل وشبع وسبب المعالف واتروا بتبص في المعالف تلاقي في بوائي العلف بوائي العلف دي بتخلص فخلال ساعة او ساعتين بالكتير من المعادل اللى انت حطت فيه واجبة العلف فخلال ساعة او اتنيان بيكون العلف كله خلص بس الشرط الاساسي ان الغنم كلها تكون كلت وشبعت وسابت المعالف وفيه بوائي علف بوائي العلف بتكون بسيطة بنسبة 10% بالكتير يعني بالكتير 10% بوائي علف في المعرف كده يبقى انا عرفت ان الغنم كلها اكلت الكبير والصغير والقوي والضعيف كله كان وشيبع يبقى كده انا بوصل 3% لو انت ما بوصلتش عندك للطريقة دي بمجرد ما بحط العلف 5 دقايق 10 دقايق الغنم بتمشي تسيب الطوائل ملحوسة مراية لا يبقى في الحالة دي الغنم انت ما بتحطش الكمية الكافية هو اللي يأثر معاك في معدل التحويل块 عشان كمية العلف اللي انت بتحطها مش كفية تزود الكمية لحد ما توصل المرحلة دي لو انت لا تحط الكمية الony�ه تزودها تدريجي عشان مايحطلكش الكمية طبعا كاني الغنم فاتت مرحلة الاستقبال انا متدهر على معدل التحويل اكيد طبعا بعد ما فوتت تق � mio مرحلة الاستقبال ولا تدهر على what we found in blacklist كلها أيضا بعد مرحلة الاستقبال اه خلاص كده قلنا الغنم ما بتاكلش يبقى انت ما بتحطش الكمية الكفاية يبقى انت لازم تزود الكمية تدريجي لغاية ما توصل للمرحلة اللي قتلك عليها تعرف ان الغنم كانت لا انا والله بحط والغنم بتاكل لغاية ما تشبع الغنم بتاكل كلها لغاية ما تشبع يبقى نسبة البروتين نسبة البروتين 200% عندك ضعيف محتاج مصدر البروتين عشان ترفع به نسبة البروتين في العنف ثانية واحدة تعدل عربية دي بس ونكمله ده طبعا على الفرضية الاولانية ان الغنم ككل معدل تحويلها ضعيف الغنم بالكامل مفيش ولا واحد جاب معدل التحويل المزبوط على اساس الفرضية الاولانية كده خلصنا فرضينا ان الغنم كلها مفيش معدل تحويل طيب على الفرضية التانية ان الغنم لعندي بنسبة 50-60%-70% معدل تحويله كويس او على الاقل احنا طبعا افترضنا انه عمفيش عدم خبرة في شرق الاغنام يبقى ممكن على الاقل خالص في 30% للي نفترض انه مفيش خبرة احنا افترضنا بالاول انه مفيش خبرة في شرق الاغنام يبقى الحالة التانية الفرضية التانية ان معدل التحويل مثلا معي 30% من الغنم جابت معدل تحويل كويس مزبوط 30% من الغنم جابت معدل تحويل مزبوط وبحط ال 3% مزبوط الكمية كويسة يبقى العلف بتاعك 100% في مشكلة طالما فيه على الاقل 30% من الغنم جابت معدل انت بتحط ال 3% في اليوم مزبوط وفيه 30% من الغنم جابت معدل تحويل المزبوط يبقى العلف بتاعك 100% في اي مشكلة العلف استثني جودة العلف تمام لان فيه غنم جابت نسبة التحويل مزبوطة يبقى العلف تمام تبقى المشكلة في ايه نرجع للطفايليات المشكلة هتكون في الطفايليات هتقول لي انا والله اول ما جبت الغنم اديتها ابرة الديدان و اديتها الشربة و اعدتها بعد 20 يوم وفيه جزء من الغنم حول معايا والجزء الثاني لا بتختار بتشوف الجزء الكمية اللي ما عملتش معدل تحويل اللي هي معدل تحويل ضايف بصورة فردية مش للقطيع بالكامل القادمة اللي هي معدل تحويله كويس انت جرعته وبديته ابرة و ايدتها المزبوط سيبه بتختار الاغنام اللي معدل تحويلها ضعيف اللي هي ما قبتش معدل التحويل المزبوط وبندخل على اددها جرعة كمان من الددان أدوية الددان انه ابرة لايفو الماكتين والشربة للحالات الفردية بس اللي ما قبتش معدل التحويل وبنتبعها خلال شهر خلال شهر ما تحسنتش يبقى انت الخرفان دي سردة بالمصر كده بيتقال عليها سردة بيتقال عليها فرزة غنم مش متأسسة مش بيعدش لبن وهي صغيرة ما تأسستش كويس بالمصر كده كأنك بتنفخ في قربة مخرومة يعني لو هياكل فول صافي مش هيزيد او بمعنى صاح يبقى معدل تحويله وضعيف خالص معدل تحويله بيبقى ضعيف خالص ويستحسن التخلص من الاغنام دي هو بيسمن ولكن بيسمن بالبطيل وما يديش اوزان تهيله بيبقى حجمه صغير وبيسمن وهو على حجم الصغير بتاعه معدل تحويله بيبقى ضعيف خالص ممكن اتنين تلاتة كيلو في الشهر فغير مجزي في التسمين ففي الحالة دي تتخلص منه وتدخل غيره عشان كده هيبقى عليك بخصارة ان شاء الله نكون حاولت قدر المستطاع وان شاء الله تكون قدر المستطاع ووصلت المعلومة بتاعة الغنم بتاكل بس ما بتزج ان شاء الله طبعا انتظرونا باذن الله النهاردة بعد صلاة المغرب يعني الساعة خمسة ونص ان شاء الله بتوقيت مصر هنعمل ان شاء الله بس مباشر باذن الله لتلقي جميع الاسئلة اي واحد عند سؤال او استفسار ان شاء الله يتم اللي جاب عليه مباشرة من خلال بس مباشر فانيا طبعا لا تنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد مفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته